في الفترة المعروفة باسم الامبريالية الجديدة واللي امتدت ما بين عامي 1880 و 1914 تعرضت قارة افريقيا للاستعمار والتقسيم على عيد سبعة من القوى الاوروبية الاستعمارية وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا واسبانيا لكن الشيء الملفت للنظر ان الامبراطورية الروسية كانت بعيدة عن حلبة السباق الاستعماري لافريقيا ولم تحتل اي دول هناك كباقي القوى الاوروبية فيا ترى اي كان السبب في كذا؟ وهل فعلا روسيا لم تحاول انشاء مستعمارات في افريقيا؟ الحقيقة ان روسيا كانت دولة استعمارية توسعية بامتياز حتى انها سبقت دول اوروبا الغربية في التوسع واحتلال اراضي الغير وفي الفترة ما بين بداية القرن السادس عشر ونهاية القرن التاسع عشر توسعت بسرعة هائلة واستطاعت ضم مساحات ضخمة من الاراضي اليها لكنها كانت قوى برية اكثر منها قوى بحرية ولم تكن تمتلك اسطول بحري قوي وربما للسبب ده فضلت روسيا التوسع بريا في الاراضي المجاورة مباشرة لها في شمال وشرق وجنوب شرق اوروبا وشمال ووسط وشرق اسيا بينما قامت معظم الدول الاوروبية الاستعمارية بالاعتماد على اسطلها البحرية القوية في استكشاف واستعمار اراضي في مناطق بعيدة زي افريقيا والامريكاتين واستراليا ووصلت الامبراطورية الروسية التوسع شرقا حتى عبرت شمال المحيط الهادي ووصلت الى قارة امريكا الشمالية في منتصف القرن الثامن عشر واستعمرت ما يعرف حاليا بولاية الاسكا في الولايات المتحدة الامريكية بل وكان لها وجود في كل من ولايتي هاواي وكاليفورنيا الامريكيتين ومع ضم روسيا لمساحات هائلة من الاراضي سيطرت بالفعل على كم ضخم من الموارد الطبيعية والموارد الخام وبالتالي لم تحتاج الى البحث عن اراضي بعيدة تفصلها عنها بحار ومحيطات وارسال قوات عسكرية ومستوطنين وبناء مستعمارات هناك بينما عانت القول اوروبية الاخرى من صغر المساحة الشديد مقارنة بروسيا مما اجبرها على البحث عن اراضي بعيدة في افريقيا والعالم الجديد عبر البحار والمحيطات واستعمارها وتسخير مواردها الطبيعية والبشرية لصالحها كما ان روسيا كانت تمتلك ميناء وحيد يطلع لمياه دافئة حين يذوب الجليد وهو ميناء فيلاديفوستوك لذلك كان اسطولها التجاري والعسكري شبه معطل طوال العام مما حد من قدرتها على دخول مجال الاستكشاف البحري كباقي القوى الاوروبية الاستعمارية كذلك كانت افريقيا بعيدة بشكل كبير عن الاراضي الروسية ولو حاولت روسيا الوصول لافريقيا فكانت ستصطدم باساطيل القوى الكبرى الاخرى زي بريطانيا وفرنسا واسبانيا والبرتغال والدولة العثمانية مثلا لو حاولت روسيا الانطلاق من ميناء ارخانجلاسك شمالا كانت الرحلة تكون طويلة جدا ومكلفة حتى الوصول للسحل الغربي الافريقي ده غير ان ميناء ارخانجلاسك اصلا بيكون متجمد معظم ايام السنة اما لو حاولت الانطلاق من بحر البلطيق فكانها تعين عليها المرور عبر المياه الاقليمية لكل من المانيا والدنمارك ومملكة السويد والنرويج المتحدة وبريطانيا وفرنسا حتى اقرب طريق بحري لقارة افريقيا عبر مضيقاي البوسفور والداردانيل كان بتتحكم فيه الدولة العثمانية العدو اللدود للامبراطورية الروسية وايضا فبدأ من اواخر القرن الثامن عشر كان الاسطول البريطاني بيتحكم في مضيق جبل طارق من الغرب وبيسيطر على الملاحة في البحر المتوسط واخيرا فلو حاولت روسيا الوصول للساحل الشرقي لافريقيا انطلاقا من ميناء فلاديفستوك فهيتعين عليها الدوران حول قارة اسيا في طريق طويل جدا وباهظ التكلفة الى جانب انها ايضا هتضطر للمرور من خلال مستعمرات تمتلكها القوة الاوروبية الاخرى في جنوب شرق اسيا ومن اسباب عدم اهتمام روسيا بشكل كافي بامتلاك مستعمرات في افريقيا هو الوضع الاقتصادي السيء للامبراطورية الروسية في الوقت ده صحيح كانت روسيا بتحتل مساحة هائلة وبتمتلك موارد طبيعية ضخمة لكنها لم تكن قد تحولت بعد الى دولة صناعية تعتمد على الانتاج الكمي وفتح اسواق جديدة كباقي القوة الاستعمارية الاخرى في وسط وغرب وجنوب اوروبا وانما كانت لا تزال تعتمد بنسبة كبيرة على الانتاج الزراعي والصناعات اليدوية البدائية وبما ان المستعمرات في اي مكان بتحتاج الى التطوير والادارة شديدة الكفاءة والدعم المالي للاستفادة من مواردها لصالح الدولة المستعمرة فنتيجة ضعف الوضع الاقتصادي للامبراطورية الروسية كانت فكرة انشاء مستعمرات ودعمها اقتصاديا وتطورها فكرة غير ذات جدوى وربما تعود بالضرر على الاقتصاد الروسي ومن اوضح الامثل على عدم قدرة الامبراطورية الروسية على تحمل تكلفة ادارة المستعمرات هو اضطرارها الى بيع اكبر مستعمراتها خارج اراضيها وهي ولاية الاسكا بالكامل في امريكا الشمالية الى الولايات المتحدة الامريكية عام 1867 مقابل 7.2 مليون دولار امريكي لكن ورغم كل اللي ذكرناه ده لم تكن روسيا بعيدة تماما عن التدخل في افريقيا بشكل او باخر وقامت بمحاولات محدودة جدا للبحث عن موطق قدم لها هناك مثلا سنة 1723 في عهد الامبراطور الروسي بيتر الاول جرت محاولة روسية لاستعمار جزيرة مضغشقر بالقرب من الساحل الشرقي لافريقيا لكن المحاولة فشلت بسبب موت الامبراطور بيتر وعدم اهتمام الروس باستكمال الخطة من بعده وكذلك جرت محاولة روسية غير رسمية على يد المغامر والمستكشف الروسي نيكولاي اتشينوف سنة 1889 لانشاء مستوطنة صغيرة سميت مستوطنة ساجلو في خليج تاجورا على ساحل دولة جيبوتي حاليا واللي كانت بتعرف وقتها باسم الصومال الفرنسي وكان نيكولاي بيخطط ان تكون مستوطنة ساجلو نوالي انشاء مستعمارة روسية كبيرة تضم منطقة القرن الافريقي بالكامل واحتلقت شينوف ورجاله البالغ عددهم 165 من القوزك الروس حصن مصري قديم مهجور في ساجلو واتخذوه قاعدة لتأسيس المستوطنة الروسية والانطلاق منها لاستكشاف المزيب من الاراضي الافريقية واطلق اتشينوف على الحصن ذا اسم موسكو الجديدة لكن لم يتمكن اتشينوف من السيطرة على القوزك الروس اللي قاموا بأعمال سلب ونهب وترويع للسكان المحليين واضطر في نهاية الامر اللي ذا في تعويض مادي عن التلفيات لسلطان تاجورا محمد لويتا ومن ناحية اخرى وصلت اخبار المستوطنة الروسية في تاجورا الى السلطات الفرنسية اللي صارعت على الفور بطلب توضيح من الامبراطورية الروسية عن سبب وجود اتشينوف ورجاله في اراضي خاضع للنفوذ الفرنسي وسرعان ما نفت روسيا اي علاقة لها ببعثة اتشينوف واعتبرتها تصرف فردي لا يعبر عن نوايا الامبراطورية الروسية ومع استمرار وجود اتشينوف ورجاله في مستعمرة ساجلو ارسلت فرنسا عدد من الزوارق الحربية واعطتهم مهلة لاخلاء مواقعهم لكن لم يستجب اتشينوف ورجاله للتهديدات الفرنسية وهنا فتحت الزوارق الحربية الفرنسية نيران مدافعها على المستوطنة الروسية فقتلت ستة من القوزاك وجرحت اتنين وعشرين اخرين وعلى الفور استسلم اتشينوف وما تبقى معه من الرجال ومن جهتها قامت الحكومة الروسية بالقبض على اتشينوف ورجاله ووجهت لهم تهمة عصيان اوامر القيصر والقيام باعمال قرصنة واخيرا تم نافي اتشينوف الى سيبيريا ومن قصص التقارب الروسي الافريقى ايضا هو عندما سندت الامبراطورية الروسية اثيوبيا في معركة العدوى اثناء الحرب الاثيوبية الايطالية الاولى عام 1896 حيث قام الضابط الروسي اللي ظاهر في الصورة وهو نيكولاي ليونتييف بقيادة قوة عسكرية من القوزاك الروس من امداد اثيوبيا بعدد هائل من البنادق والطلقات والسيوف و42 قطعة مدفعية مما ما كان الاثيوبيين من هزيمة القوات الايطالية الغازية هزيما ساحقة هل تعتقدوا انه لو تمكنت روسيا من التوغل مبكرا في قارة افريقيا وامتلاك مستعمرات ضخمة هناك وحلت محل القوى الاستعمارية الكبرى التقليدية زي بريطانيا وفرنسا مثلا كان وضع قارة افريقيا هيختلف للأسوأ ام للأحسن ام ان الوضع ما كانش هيختلف كتير وان كلهم في النهاية قوة استعمارية لا يهمها سوى الاستيلاء على ثروات الشعوب واحتلال اراضيهم وفرد ثقافتها عليهم بانتظار ارأكم في التعليقات لو عجبكم المحتوى اللي بقدموا وترغبون في دعمي ماديا بمبلغ يبدأ من دولار واحد فقط تفضلوا بالضغط على زر دعم القناة الموجود اسفل يسار الشاشة وشكرا جزيلا على مشاهدة الفيديو